السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة رودي قوتة. زي ما تعودنا بتبدأ كده يومنا بصورة البقرة. والنهاردة عايزة كده اهوح السوق اجيب شوية حاجات. يعني البيت كده محتاج شوية حاجات. اه هروح ونرجع بقى نشوف انا جبت ايه مع بعض. اهو جيت كده الحمد لله خلاص من السوق. اول حاجة انا جبت طبعا طماطم دي الاساس مش بنستغل عنها في البيت. اه الطماطم النهاردة اللي هي الجامدة دي باربعة جنيه. فانا جبت كده ايه? اتنين كيلو ونص طماطم. على فكرة ما كانتش جامدة قوي برضو النهاردة هي حمرة كده بس ايه? مش جامدة قوي. فما رضتش قطر منها يعني اكتر من كده. اه جبت كمان آآ كوسة. آآ كوسة النهاردة بستة جنيه. عشان كنت عايزة عمل كوسة بالبشاميل. فقلت ايه اجيبها كبيرة شوية مرضتش اجيبها صغيرة قبل. عشان آآ هعملها بالبشاميل. يعني جبت تقريبا اتنين كيلو او تقريبا اقوى اتنين كيلو كوسة كده. بصوا لسه كت بنورها كمان انا بشيل منها النوار بتاعها انا بحطها. بس انا قلت افضيها بمش عايزة سيبها يعني في الكيس بحب افضي الخضار كده. واحطه في التلاجة عشان الكيس بتبوزه بصراحة. آآ جبت كمان شوية حاجات كمان جبت برتقان وجبت بطاطس. آآ وجبت كمان جزر. البرتقان البرتقان الاكتر حاجة موجودة في السوق دلوقتي هي البرتقان البلدي. آآ البرتقان بسررة مش حلو. دلوقتي طري كده مش حلو. احسن حاجة البرتقان البلدي. البرتقان البلدي باربع جنيه. بس جميل بقى عصير او نعمل بي كيك. هنعمل بي كيك قريب ان شاء الله بالبرتقان. وجبت كمان جزر. آآ جزر اللي عندي كنت جمعته كله لميته وعملته قطعته عشان اعمله مخلل. فقلت بقى جيب جديد لو عايزين للسلاطة او كده. فجبت آآ جزر. الجزر النهاردة كان باتنين جنيه ونص. جبت اتنين كيلو كده. اتنين كيلو جزر. والجزر القديم كله جمعته وعملته مخلل. حتى انا قطعته من امبارح. وهعمله دلوقتي معاكم. يعني كنت رش عليه ملح من امبارح. وجبت كمان آآ فلفل آآ فلفل اللي هو بتاع الحشو ده. آآ طوزة بقى كده وجميل خلاص البشار بتاعت الخضاري الصيفي بدأت تطلع الفلفل والورق العنب والكوسة والحاجات الحلوة بتاعت الصيف دي. فالفلفل ده النهاردة كان الربع باتنين جنيه ونص. جبت نص كده بنحبه في السلطة او نقطعه ونحطه مع الاكل كده يعني احنا بنحب الفلفل. جبت ملح عشان كانش عندي ملح جبت ملح جبت علبتين ملح ونور. اللي اتنين مع بعض بعشرة جنيه عرض. آآ وجبت لبن كده في البيت برضو البشاميل او اي حاجة. آآ وبطاطس. البطاطس النهاردة التلاتة كيلو بعشرة. جبت خضرة. جبت كده باتنين جنيه خضرة. آآ برضو بلفها كده حطها كده في فوطة ولا كده وبحطها في التلاجة برضو بتنفع. آآ جبت مكارونا. يعني كان عندي مكارونا وجبت الاصناف اللي خلست. آآ عندي بقى باقي الاصناف موجودة. كان بس ناقص آآ زباكتي. آآ والسانة عصفور وشعرية. فجبتهم ايه عشان تبقى يعني كل حاجة تبقى موجودة. بس بقى حاب دقى اشيل الحاجة بقى ما كده مع بعض وتعالوا نشوف هنكمل يومنا ازاي. طبعا حضرنا الفطار بقى كان خلاص اهو جينا بقنا على الظهر. فعملنا كده فول كده بالتحينة والطماطم. وبيت بالبسترمة. جبنا قريش بالطماطم. جبنا توركي. وطبعا الشاي اهم حاجة كوباية شاي. وبدأت كده بقى يعمل لهم يعني بسرعة كده يعني. آآ كل واحد كده لحد ما ربنا يسهل ايه بناعمل الغداء بسرعة يعني. آآ يعني هم بيذكروا كده عشان مش عايزة ايه والله يعطى لهم. ربنا معيهم خلاصة هل المتحن عندنا متحن بكرة ومتحن بعد بكرة. فربنا يسر يا رب ان شاء الله. لو قعدنا كده بقى قلنا يلا تعالوا الفطار هنضيع وقت قد كده. فالسندوشات بتبقى اسهل. ويعني افضل للولاد يعني لما يكون فيه اطفال صغيرين السندوشات بتبقى ايه افضل لهم يعني. بس الحمد الله بقى فطرنا بقى ايه وجمعنا وزي ما قلت لكم لسه عايز اعمل معاكم دلوقتي ان شاء الله اعمل معاكم مخلل الجزر. آآ خلاص بنحضر بقى بنجهز كده شوية مخللات يعني لرمضان كل سنة والطيبين. خلاص اقول الحمد لله فطرنا تمام لما بقى ايه مكاننا كده. محمد اهو بيمسح الترابيزة. آآ يعني بيزبط كده بيلمنا كده مكان ما فطرنا. وهتبدأ دلوقتي بقى ايه ردينة جمعينا برضو الموعين كده تغسلهم عشان ايه بيفضلي بقى المطبخ عشان انا ادخل دوري بقى. الدور هيبقى علي انا دلوقتي. فهو بنخسل بقى كده الموعين اول بول. طول ما المطبخ بيبقى رايق بيبقى الواحد ليه نفسي يشتغل فيه بصراحة. لكن تدخلي بيه عشان تعملي حاجة اكل ولا تعملي اي حاجة تلاقي المطبخ مليان موعين ومكركب بتحسي ان انتي صراحة مش قادرة يعني. لكن كده افضل يعني نفتر نخسل وراءنا على طول نتغدى نخسل معين بعدين على طول. آآ الكركبة دي بتدايق بصراحة. بتخلي احد ملوش نفسي يعمل حاجة. فكده افضل ان احنا ايه بعد ما نخلص نخسل وراءنا على طول اول بول. والمشاركة يا جماعة زي ما قلت لكم كلنا نعود ولادنا يساعدونا. خلاص يعني احنا خلاص كلنا فطرنا الحمد لله خلاص حد هيلم الترابيزة مسحها حد هيشيلها من مكانها حد تانية يدخل الاطباق المطبخ ونخسلها. كده يا جماعة يعني عشان من الافضل ان احنا دايما نعود ولادنا ان هم يساعدونا. ما يبقاش هم عاديين او بيلعبوا مسكين الموبايل واحنا عاديين من دال ده. لأ ما ينفعش. عشان كمان هم لما يجبروا ولاد او بنات يتعودوا على كده. تعودوا ان هم يعني ايه? يساعدو على طول. فهو الحمد لله ربنا يسر الحال يا رب ويصلح لهم جميعا ان شاء الله. او ممكن على فكرة انا شكت كون المساعدة دي هروب من المذاكرة ولا حاجة. فيعني بريحوا شوية. وهو رضينا اهو الحمد لله بتمسح لي البتجاز احنا غلينا اللبن بقى لجبنة ده. ورضينا هي بتمسح البتجاز دلوقتي كده وخلاص. عشان يبقى المطبخ ايه تمام? وانا بقى ادخل اكمل اشوف ايه انا هعمل النهاردة. آآ النهاردة هنعمل كباب حلة في الغداء يا جيبكو اوي هورهو لكو دلوقتي طريقته سهلة وبسيطة و جميلة يعني. بصوا بقى ده مخلي الجزر ده. الجزر ده انا كنت مقطعه من امبارح. بصوا كنت مقطعه شوية كده مشرشر وشوية ايه? بالسكينة عادي. آآ يعني اشكال كده مشكلة عشان يبقى شكله حب. فكنت رشى بقى عليه ايه? ملح وشطة من امبارح. طبعا نزل ميته كلها. وخلاص يعني يعتبر كده عايز يتعبى بقى في البرتمان. فانا جبت هول برتمان وحبدأ ان انا ايه اعبيه? هعبيه كده كله في البرتمان. وحبعد كده هحضر له محلول كده عبارة عن مية وملح وخل. يعني حبة خل مش كتيره. طبعا الملح برضو مش مقوي. عشان هو اصلا كان محطط له ملح وشطة. مبقاش حادق قوي يعني. فخلاص اهو حططه وعمل بصه عمل البرتمان الكبير ده. البلاستيك ده وعمل برتمان تاني ازاز ايه صغير شوية. دلوقتي بقى انا ايه بجهز له المحلول بتاعه اللي انا هحطه له اللي هو محلول الملح ده. عبارة عن ملح ومية. وشوية خل عشان الخل بيخليه ايه ما يمرش. يفضل ما ارمش كده وحال. بصو هزوده كده هو زي ما انتم شايفين. هزوده. ده اللي انا بحطه ده المحلول اللي انا قطي لكو عليه. هزوده لغاية ما اغطيه خالص ايه? بالمية. بصو انا كده اغطيته خالص لغاية الاغر. وبرضو هعمل كده مع البرتمان ايه التاني. بحيث ان هو لازم يبقى مضوطي كله. عشان ايه ما فيش حاجة من فوق تبقى ايه مش وصلها المية بالملح دي تبقى مش حلوة اطبوز ولا حاجة. بس هنغطيه بقى واسيبه ولما ان شاء الله يستيبه وتطلع منه. هبقى ايه اوره لكم. غسلت بقى اللحمة هاي? وقطعتها حتة صغيرة. آآ كباب الحلة دي بنقطع فيها اللحمة حتة صغيرة. يعني ممكن تقطعها اصغر من كده كمان. بحيث ان احنا بنطلعها كده بالمعلقة مع الصوص بتبقى حلوة وعشان كمان تستبي معيك بسرعة. بيبقى طعمها وتبقى متعامة. يعني لما تبقى حتة كبيرة مش بتبقى طعمة زي لما تكون مقطعها في حتة صغيرة. انا حطيت سامنة هي? سامنة دي اللي احنا جبناها سوى هارجع هقول لكم عليها تاني. والله بنصحكم اجيبوا منها. بنصحكم اجيبوا منها جربوها اتعجبكم. انا حطيت اهو منها معلقة. بصنا مقطعها حتة صغيرة ازاي? ممكن تقطعها ازغر من كده كمان لو انتم عايزين. تبقى حلوة. وحبدأ ان انا ايه? هشوحها كده شوية. حطط لها بس رشة فلفل. رشة فلفل اسود ومحطيتش طبعا ملحم طبعا عارفين مش هنحط ملح عشان ايه اللحمة تستوي. بس هقلبها بقى كده شوية. لغاية ما تتحمر كويس. وتشرب بقى ميتها خالص. بصوا ايه بتبقى ايه بالشكل ده? بصوا اتحمرت خالص. طبعا يا لسه ما استويتش يعني اتحمرت كده بس. حبدأ بقى ايه حط لها بصل. البصل احنا عم نجهز بصوا بقى. بنجهز بصل وطوم وطماطم. ده بصل ده بصل وتوم. يعني تي تقريبا راس توم. عليها حبة بصل حلوين. ليه بقى? لان البصل ده هو اللي بيعمل الصوص في الاخر. الصوص ده بيبقى طعمه جميل جدا. احلى من اللحمة نفسها كمان. فانت عايزة تكتري الصوص. كتري البصل والطماطم والتوم. انا كده حطيت البصل والطماطق البصل والتوم. وبعد شوية رحت حطيت الطماطم بس عشان كنت فاكرة ان الكاميرا مفتوحة هيكت مقفولة. بس بعد كده هنحط طماطم. يعني انتو هتشوفها وانا بغرفها كمان شوية ان هي فيها طماطم. تمام? وحنسيبها بقى ايه? تستوي مع نفسها. لو عايزت مية بنزودها حبة صغيرين بحبة صغيرين بس المية تكون ايه? تكون مية بتغلي سخنة يعني. عشان ما ما توقفش السوا بتاع اللحم. بعد كده بقى قلت اعمل الرز دهو حطيت الشعرية حمرها. وحبدأ بقى اعمل الرز عادي بطريقتنا العادية. يعني هو الاكلة دي يعني رز بالشعرية والجباب الحلة وسلطة وبطاطس. بتبقى حلوة جدا. وتغيير بقى عن الخضار بقى والطبيق والحاجات دي والمكارونة. يعني ما هي بتبقى كده ايه? اللحمة بالخضار بتاعها. السوس بتاعها ده كانو هو ايه الخضار? فانا كده حطيته الشعرية وحطيت الرز بقى والملح تنين بقلبه كده شوية. وحبدأ بقى اضيف له بقى المية عادي زي ما كلنا عارفين يعني بنعمل الرز ازاي? عادي. آآ هحط له بقى المية والمية تغلي وخلص ولما الرز ينشف حبدأ بقى وطي عليه. يبقى انا كده ايه? الحمد لله خلاص انجزته. حطيت اللحمة على على عين وحطيت الرز على العين التانية. هشوف بقى هعمل ايه? هشوف بقى لو عايزين بطاطس عايزين سلطة اي حاجة تانية ايه? هبدأ ان انا اكملها. انا كده خلاص الرز هو تمام الضبط. هبدأ بقى ايه? عالي عليه نار يا نار كمان كده عالية بس ايه? هيبدأ يغلي هو. وخلاص كده. هجيب بقى بطاطس هقطعها. اقطعطها هو صوابية عشان خطر احمرها. اه مش كتير مرضو قلت كده يعني ايه? حبة صغيرين لزوم الاكلة يعني. وهو بصو حمرتها كده. بطاطس اقطعطها كده رفيع. وحبدأ ان انا ايه? احمر. بس كده وعملت صلطة كمين. كده الغداء بتاعنا خلاص يعتبر بقى ايه? اه خلص بقى وحنبدأ بقى ان احنا ايه نحضر الغداء بتاعنا. بصوا بقى دي ايه? روح التعاون بقى في ايه? في تحضير الغداء. بصوا. الشباب بقى الصغيرين بيحضروا هو بيحطوا الاكلة على الصفرة. الرزة هو بتاع اللي احنا عملناه. وكل واحد بقى يجيب طبقه جماعة ويحطوا بقى ايه في المكان اللي هو هيا يعود فيه. يعني كل واحد جيع بقى. اصلاحنا عندنا الاطباق بقلوين. هقول لكم بقى. الاطباق بقلوين. كل واحد عارف لونه. لون طبقه ايه? فبيحطوا قدام الكورسي بتاعه. كل واحد نختار لون. يعني لما احنا جبنا الاطباق دي يوميها كل واحد اختار لون لطبقه. عشان كده هما تلاقيهم عاملين يحركوا ايه? الاطباق من يمين وشمال بيزبطوها كل واحد هيعد فين? وطبقه ايه? هيبقى اني لون. بصوا. بصوا التغيير ده. عشان كل واحد عارف هو طبقه لونه ايه يعني. بس كده حطينا بقى هون روز ده كده حضرناه وحطينا الكباب الحل اهو هتشوفوه دلوقتي بقى ان هو فيه طماطم. فيه السوس بتاعه فيه طماطم اهو. بصوا. بصوا لونه عامل ازاي? لان احطط له طماطم بعد الايه? بعد البصل والتوم. والسلطة والبططس المحمرة. بس كده. جبنا بقى خلاص الحمد لله كده على يعني كده يعتبر بالنسبة لنا خلاص الحمد لله يعني يومنا كده خلص. اه اتغدينا بقى وشربنا الشاي. وهو الحمد لله على كل حال يعني والله يعني بفرح لما بعمل معاكم اي روتين بحس ان احنا ايه يعني خلاص بقى عيلة بقى مع بعض كده يعني بتوحشوني ان انا ايه? عايز احكي لكم اعملت ايه في اليوم يعني. وهو كده خلاص حضرنا بقى الاكل وتغدينا ويومنا على كده خلص الحمد لله. آآ اشوفكم بقى ان شاء الله في الروتينات تانية كتير ان شاء الله بازن الله. ومستنية تعليقاتكم ومستنية اشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك عشان الفيديو يروح للناس كتير. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة